سجل التضخم في السعودية انخفاضا في ديسمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام 2022 وأوضحت هيئة الإحصاء السعودية أن التضخم تراجع إلى 1.5% مقارنة بـ 3.3% على أساس سنوي ووسط هذا الانخفاض ارتفعت الإجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9% هيئة الإحصاء السعودية كشفت عن انخفاض أسعار عدد من السلع مؤخرا هي الأثاث والملابس والمركبات وكذلك أسعار النقل ينضم إلينا من الرياض الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي سيد عبدالله حي أكلم في نشط الرابع من الرياض خلني أسأل أولا عن هذا التراجع هل كان ملموسا هل كان له أثر أتحدث عن التراجع في نمو التضخم في السعودية مشاهدي مسي عليكم الخير وعلى سيد المشاهدين طبعا دائما أسعار المستهلكين والتضخفهم عليها جدا ومن الصعب أنك اليوم تستطيع أن تقنع الكثير حول اليوم أرقام التضخم ومدى حساسياتها ومدى منامستها من مواطن إلى مواطن آخر أو مستهلك آخر نحن لازم نعرف اليوم أن التضخم يقاس عبر سلة واسعة جدا من الخدمات والمنتجات التي تتمس حياة المواطنة وحياة المستهلك بشكل رئيسي يعني تقدر هذه البنود داخل السلة بحوالي أكثر من 400 أو 490 يمكن بند فهي حجم ضخم جدا تستطيع أن تقيس التغيرات على الاستهلاك لكن داخل هذه السلة يوجد عناصر تؤثر أكثر من غيرها وبعض الأحيان تلقى عنصر يرتبع 25-30% بينما بند آخر يتراجع لماذا أكثر هذه البنود التي تأثر سواء في الانخفاض أو الارتفاع؟ لها علاقة في أنها تقيس المسوايات التضخم لا أعلم، لم أسمعت السؤال أتحدث عن البنود التي تقيس من خلالها أسعار ارتفاع وانخفاض نسبة نمو التضخم في السعودية يعني عندنا اليوم واحدة من أهم البنود تشكل أكثر من 20% هي السكن والوقود والكهرباء والمياه هذه تشكل نسبة عالية من الوزن حوالي 21% فالتغير فيها 2-3% سعوداً أو نزولاً يؤثر بشكل عام على سعر معدل التضخم طيب إذا كانت تأثر في معدل التضخم هي تقريباً من بند 20% كان البند السكن والمياه والكهرباء ارتفعها 7% أو 8% فقط في شهر ديسمبر مقارنة في شهر ديسمبر في عام 22% بينما ضمن نفس مجموعة السلة الملابس والأحذية تراجعت 4% يعني صار في تراجع بالأسعار 4% على نفس هذا البند في بعض الأحيان تلقى بنود تشيل ترتفع وبنود تنخفض تسبب أو تعطيك معدل معتد النوعاً ما في التضخم فاليوم الإحساس بالتضخم ما يكون طيب سيد عبد الله أنا فقط أود سؤال عن أحد هذه البند وجيت على ذكرها الآن وهي العقار الآن إجارات المساكن مثلاً في المملكة ارتفعت بنسبة 9% في ديسمبر 2023 على أساس سنوي مثل ما هو ظاهر أمامنا الآن على الشاشة لماذا دائماً هذا المؤشر أو هذا البند في صعود ولم ينخفض والتوقعات بأنه أيضاً كذلك حتى ربما لن ينخفض هذا حسب بعض المحللينين ربما المراقبين دائماً لأسواق العقار فلماذا هو الثابت الوحيد في الصعود وغيره ربما في صعود وانخفاض من البند الأخرى هذا يخضع لعدة عوامل أول شيء الطلب والعرض اليوم في سوق العقارات يتحكم في أسعار المساكن ويتحكم في الإيجارات فالي صار طبعاً خلنا نقول فيه آخر سنتين أنه لاحظنا أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة قل المقبلين على شراء العقارات وبالتالي يتحول من مالك إلى مستعجر فزاد الضغط على العقارات للإيجارات خصوصاً للشقك فزاد الطلب عليها فأصبح اليوم فيه ارتفاع في أسعار الإيجارات وليس بالضرورة ارتفاع في الأصل أو قيمة هذه العقارات بس أسعار البيع للشقك والفلال ما نزلت زالت الإيجارات فعلاً خصوصاً بالرياض يمكن مدن أخرى ما تجد فيها هذا الارتفاع مثلاً لو رحت للشمال أو رحت الشرقية أو رحت غيرها يمكن لن تجد ارتفاع في أسعار الإيجارات زي ما هو ساير في الرياض أو مثلاً في جدة فتلقى المدينة لابد أن نأخذ بالاعتبار المدينة تختلف عن المدينة ثانية ممكن نشوف الارتفاع حينها بين مدينة أخرى صحيح معك حق نحن يمكن قياسنا على مدينة الرياض طرح أنا أحاول في كاميرا أن أقطع أسألك حتى أوصل الفكرة بس يبدون صوتي مو قاعد يوصل لك سيد عبدالله قبل قليل يعني أنت جيت على ذكر ارتفاع نسبة الفائدة وبأنه في الكثير توقفوا عن الإقبال على الشراء وذهبوا لمسألة الأجار أجار الأسكان لكن مع هذا أسعار البيع مثلاً للفلال أو للشقق لم تنخفض مع أنه فيه عزوف عن الشراء ليش؟ طبعاً الانخفاض في أسعار العقارات بطيء ما يكون يعني بشكل فوري ما يستجيب فورياً دعني أقول لك شغلها أخوناك اليوم الجميع مثلاً في الرياض شايف الطلب الكبير شايف المستقبل اللي جاي على الرياض من ناحية زيادة عدد السكان وخلافه فيجعل ملاك العقارات يتمسكون يعني أوكي اليوم ما فيه حركة قوية على البيع والشراء بس بيجي أنا شايف فيه مستقبل فما يخليه يندفع أنه يعرض عقاره بسعر المنخف يقولك ليش؟ مدام فيه مستأجرين ويعطوني إيجار جيد خلاص نتحول من أن يكون عرضها للبيع إلى أن يخليها في الإجارات فهذا يمكن يجاوب سؤارك ويكون ينايف عن الموضوع فيه سؤال دائماً مهم اليوم هل من فائدة الحكومات سواء السعودية أو غير السعودية هل من فائدة الحكومات أن يصبح عندها نسبة معينة من التضخم وكيف ممكن تقاس هذه المسألة إذا نعم الستاندرد اليوم في علم الاقتصاد على الأرقام المستهدفة للتضخم بشكل صحي هي 2% فليش 2% هي طبعاً ما كان حقيقتاً فيها عليها أرقام علمية تدعمها لكن وضع هذا الرقم أول ما بداه أعتقد بنك نيوزيلندا حطه البنك المركزي وبعد كذا تبعته كثير من البنوك أن تحطه مستهدف لكن مبدأ أنه يكون اليوم فيه رقم ولو بسيط من التضخم مطلوب أن يكون في الاقتصاد عدة أسباب ضمن الأسباب أنها تشجع دائماً الاستثمار داخل البلد يعني اليوم مثلاً بلد زي اليابان عندها تضخم بالسالب أدى أن يكون فيها ضعف في الاستثمار داخل اليابان كماشاً والاقتصاد الياماني عانى من مشاكل كثيرة بسبب هذا الموضوع ولذلك إذا كان فيه تضخم هذا معناه أنه يحتاج إلى استثمارات معناه أنه فيه طلب معناه أنه السلع بطلوبه فيشجع دائماً على الاستثمار والاستثمار إذا جاء يوظف فهي زي كرة الثلج لا بد أن تدور وتكون دائماً مستمرة مدام فيه توقعات كبيرة على أنه الأسعار سترتفع دائماً أما إذا كان فيه توقع أن الأسعار ستنخفض غالباً الناس ما رح تستثمر وتنتظر الأسعار أن تنخفض عشان يشتري لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر